مشاهدينا دلوقتي الساعة 8 بتوقيت القاهرة معدنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا اتفضل يا دين شكرا لك مننا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الرئيس الأذري إلهام عليف ألهام إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط والتعاون بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس السيسي أن المباحثات مع نظيره الأدري تؤكد تطلع البلدين لإستمرار العمل التنائي على تعذيذ العلاقات في مختلف المجالات والتنصيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأضف الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية دورية انعقاد جوالات المشاورات السياسية بين البلدين كما شدد الرئيس السيسي على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيره الأذري وفي القلب منها القضية الفلسطينية مشينا إلى أن المباحثات تطرقت إلى استعراض جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة والتوصل لوقف لإطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة وفي انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وحملت وزارة الخارجية إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن اعتداء النصيرات السافر مطالبة بامتتال إسرائيل لالتزاماتها قوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية وأكدة على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية أداناً لممثل الأعلى للتحاد للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزب بوريل المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتي أصفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين وقال بوريل في منشور عبر منصة X إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين مروعة وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بأشد العبارات مشدداً على ضرورة وقف حمام الدم في غزة قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة وأضاف بيترو في منشور على موقع X أنه سيجري تعليق الصادرات حتى تتوقف الإبادة الجمعية وسيدخل الإجراء الذي أعلنه بيترو حيز التنفيذ خلال خمسة أيام وفقاً لمرسوم حكومي كولنبي نص على أن إسرائيل تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة وغيرها من العتاد العسكرية وجاء في المرسوم أن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكاً لقاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولية استشدى عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال لشقة سكنية في مدينة غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر طبية باستشهاد ثلاثة على الأقل بينهم طفل هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر الماضي مع أصفر عن استشهاد ثلاثين ألفاً وثمانيمائة واحد فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة ثلاثة وثمانين ألفاً وستمائة وثمانين آخرين فيما لا يزال ألاف الضحايا تحت ركام وفي الطرقات قال مستشار الأمن القومي الفلبيني أن بلاده ستواصل الحفاظ على مواقعها الخارجية في بحر الصين الجانوبية وتزويدها بالإمدادات دون طلب الإذن من أي دولة أخرى وذكر مجلس الأمن القومي الفلبيني أن الفلبين أكدت مجدداً على التزامها بدعم حقوقها السيادية وسلطتها على جزيرة ساكاند توماس شول يأتي ذلك رداً على ما أعلنته الصين بأنه يتعين على الفلبين أن تخطر بكين أولاً بشأن أنشطتها وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أنها ستسمح للفلبين بتسليم الإمدادات وإجلاء الأفراد إذا أبلغت مانيلا بكين مسبقاً بالمهمة ختام مجد الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر